موسيقى مساء جديد وملفات جديدة أهلا بكم في برنامج جنالليلة مع استمرار رفض وفد الحوثيين وصالح توقيع وثيقة ولد الشيخ ومغادرة الوفد الحكومي الكويت الأزمة اليمنية إلى أين الكويت ترفع الدعم عن سعر البنزين بسبب انخفاض أسعار النفط المساء من سكاينيوز عربية مع يوسف الشريف لا يزال المبعوث الدولي لليمن إسماعيل ولد الشيخ يواصل محاولاته لإقناع ممثلي الحوثيين وصالح بمسودة الاتفاق التي اقترحها والتي أعلنوا رفضهم لها بعد وقت مجيز من الإعلان عنها كما يسعى ولد الشيخ أحمد إلى تثبيت النقاط التي اتفقت عليها الأطراف بينما يجري الحديث عن إمكانية تأجيل المحادثات ونقلها خارج الكويت التي غادرها بالفعل وفد الحكومة اليمن باق بلا اتفاق إلى حين الكل يأمل أن يأتي الحل ولو بعد طول انتظار ويستمر التباين بين الحكومة وممثل الحوثيين وصالح وصلت المحادثات إلى نقطة مسدودة بالنسبة للحكومة فوفدها وافق على مسودة الاتفاق ثم غادر الكويت في المقابل يتشبث الحوثيون وأنصار صالح بمطلبهم الأساسي وهو تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل الانسحاب من المدن وتسليم السلاح ومع هذا التعنت تبقى عربة المفاوضات متوقفة المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد لا يزال يتمسك بخيط الأمل ويواصل مساعيه في الكويت بحثا عن حل ما إن يبزغ فجره حتى يتلاشى الجديد يأتي بلقائه وفد صالح والحوثيين محاولا إقناعهم بالجنوح إلى السلم وعقده لقاءات مع سفراء الدول الثماني عشرة راعية للحوار لعلها تساهم في الضغط على رافضي مسودة الاتفاق هدف آخر ساعله ولد الشيخ أحمد هو تثبيت ما اتفق عليه في بداية المشاورات قبل نقاش نقاط الاختلاف بينما يدور الحديث عن تأجير المحادثات لمدة أسابيع ونقلها إلى بلد آخر غير الكويت التي فتحت أبوابها لأكثر من ثلاثة أشهر أمام الفرقاء عسى أن يجتمعوا على كلمة سواء وعلى صعيد آخر أفادت مصادرنا في اليمن بفشل الإنقلابيين في صنعاء في استكمال تشكيل المجلس السياسي الذي أعلنوا عنه مؤخرا وذلك بعد خلافات بين ممثلي الحوثي وصالح على تقاسم المناصب وأفادت المصادر بأن الطرفين اختلفا بشأن اختيار الرئيس الأول للمجلس والأعضاء العشرة بالمناصفة بين الطرفين وتشكيل أمانة عامة للمجلس وتحديد مهام المجلس إضافة إلى تشكيل لجان تنفيذية للحديث عن كل هذه التطورات ينضم إلينا من الرياض أستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك سعود دكتور إبراهيم النحاس ومن عمان معنا أيضا الكاتب والبحث السياسي عبد الناصر المودع أبدأ من الرياض أستاذ إبراهيم النحاس بداية لو نتكلم عن جهود المبعوث الدولي الآن عندما يتحدث عن رصد نقاط الاتفاق بين الطرفين محاولات إقناع فاشلة برأيك هل هذا يشير إلى أن هناك توجه لدى ولد الشيخ بأن يعود عن مقترحه ويجري عليه تعديلات أخرى بعد أن وافق عليه وفد الحكومة هل هذا مطروح؟ هل هذا ممكن؟ نعم شكرا سيد يوسف على هذه الصلاة الكريمة حسب الطرحة التي سمعناها قبل قليل من ولد الشيخ نعم يدل أنه ذاهب بهذا الاتجاه بإعادة قد يكون بعض النقاط لكي يتفق أو يوافق عليها مجموعة الانقلابيين والحوثي وهذا طبعا مناقل تماما لأصول اللعبة السياسية والمفاوضات السياسية وعلى أقل تقديرا للمفاوضات الدبلوماسية التي حدثت خلال مرحلة الماضية والتي رعاها هو بنفسه ولد الشيخ والتي أيضا وافق عليها ووقع عليها الحكومة اليمنية وهذا يدل بشكل مباشر بأن الأمم المتحدة سواء كان بمبعوثها أو بأمانتها في نيويورك أنها تنحاز بشكل أو بآخر لجماعة الحوثي والانقلابيين بشكل كامل لأنه لا يمكن بيحة من الأحوال أن يتم التوقيع على النقاط الرئيسية والتفاوض عليها لمدة ثلاثة أشهر وبعد ذلك يتم تعديلها بناء على رغبة الطرف هو أصلا لم يتفق منذ البداية أو لم يتفق حتى على قرارات الممتحدة أو لم يذهب حتى إلى تطبيقها على أرض الواقع وبالتالي إذا صدقت مثل هذه المقولات فهذا اتهام كبير جدا لولد الشيخ والممتحدة بأنها فعلا منحازة للجانب الحوثي وبأنها فعلا لا تريد الذهاب بعيدا بإنهاء الأزمة اليمنية على الأصول التي وقعت عليها منذ البداية 2-2-1-6 وغيرها من قرارات تفق عليها اليمنيون وبالتالي نحن نتحدث عنها الآن حقيقة لعبة سياسية كبيرة جدا إذا ما صدقت هذه الأقاويل سيد عبد الناصر مودع برأيك فعلا هل يستطيع ولد الشيخ أن يقوم بذلك المفروض حسب فهم كثيرين لقرار مجلس الأمن أنه عندما تطرح مسودة اتفاق فإن الذي يرفضها أو يعرقلها على المبعوث الدولي أن يكتب تقريرا بهذا الشأن وأن يتم تفعيل الآليات في القرار أما الذهاب إلى تغيير المشروع الذي قدمه وهو لكي يناسب طرفا دون أن يشاور الطرف الآخر هل هذا يساعد في الحل؟ مساء الخير أخي يوسف والدكتور إبراهيم طبعا لو صح أن المبعوث الأممي سيعدل بالاتفاق الذي تقول الحكومة أنها وقعته في هذه الحالة طبعا سيصبح هذا العمل غير مجدع من الناحية الفنية لأن الطرف الآخر سيرفض ومن جديد ستعود العملية التفاوضية إلى نقطة الصفر لأنه لو رضخ المبعوث الأممي لرغبة كل طرف في هذه الحالة لن يتم التوصل الاتفاق كما فهمنا من وفد الحكومة بأن هناك اتفاق وقع عليها الجانب الحكومي وبالتالي يصبح على الجانب الآخر إما يرفضه أو يقبله كما هو أو أن العملية ستعود إلى نقطة الصفر وستبدأ من فاوضات من جديد وهذا الأمر متوقع جدا طبعا من المتوقع جدا أن يرفض الحوثيون والرئيس السابق صالح الاتفاق حسب الصيغة التي طرحتها الحكومة وهذا الأمر يشير إلى أن مشاورات الكويت فشلت الآن الحديث يدور حول منطقة أخرى وطبعا منطقة أخرى غير الكويت بعد التسهيلات الكبيرة التي قدمتها الدولة المضيفة والأطراف الرائعة للعملية السياسية يبدو أن الأمل في التوصل إلى اتفاقية على الأقل في المستقبل المنظور يبدو بعيدة الاحتمال تغيير الموقع سيد مودع برأيك تغيير المكان هو لعدم إحراج الكويت لأنها استضافت لمدة تسعين يوما قدمت كل التسهيلات ولكن لم يخرج حل هدفه ماذا تغيير المكان طبعا تغيير المكان ليس له الهدف يبدو فقط الكويت قد أدت أكثر من واجبها منحت الجميع تسهيلات خرافية مقارنة بالتسهيلات التي ستمنح لهم في دولة أوروبية كما يتم الحديثه لأنه نعرف لو انتقلت إلى سويسرا أو إلى أي دولة أوروبية أخرى في السابق تاني يجري الحديث عن أثيوبيا حتى إذا كنت تذكر أو حتى أثيوبيا أو غيرها من الدول باستثناء دول مجلس التعاون أي دولة في دول مجلس التعاون ستتعامل مع المسألة وكأنها مسألة يهمها إنجاح المفاوضات هذا هو الفرق عندما تكون الدولة المضيفة لديها الرغبة الكاملة بإنجاح المفاوضات في هذه الحالة ستبذل كل الجهود لاحظنا أمير الكويت تدخل أكثر من مرة بشكل شخصي لمنع انهيار المفاوضات في وقت مبكر وبالتالي لن تجد هذه الإمكانيات إلا في دولة من دول مجلس التعاون أو دولة عربية بهذا المعنى لكن في دولة أوروبية لن يكون لهذه الدولة أي مصلحة مباشرة في استمرار المفاوضات وبالتالي ستفشل في الأسبوع الأول كما كان حال المفاوضات في سويسرا طيب أستاذ إبراهيم برأيك الآن إذا ما كان هذا هو المطروح الذهاب إلى مكان آخر وتأجيل المفاوضات في مصلحة من يصب هذا الأمر إذا لم تحرك الأمم المتحدة ساكنا واعتبرت أن المفاوضات فشلت وأنها يحتاج المبعوث الدولي إلى مزيد من الوقت من أجل تقريب وجهات النظر رغم أنه قدم مشروع متكامل للحل كما وصف نعم هو حتما ستصب في مصلحة الإنقلابيون والحوثيين بشكل مباشر لأن على اعتبار أنهم ذاهبون إلى دولة الكويت منذ البداية على اعتبار أنها عضو في مجلس التعاون عضو أصيل وبالتالي تحسب على دول التحالف بشكل مباشر المملكة أيضا وبالتالي حسبت وكأنهم من قبل الإنقلابيين وصالح بشكل مباشر بأنه قد يضغط عليهم بشكل أو بآخر للنقطة الأخرى والتي يرغب أيضا بها طبعا يرغب بها الحوثيون التغيير قد يكون تغيير الدولة هو قد يكون بناء على توصيات آتية لهم من الطرف الإيراني بشكل مباشر بحكم أنه هو الداعم الرئيسي لهم وكذلك الانقلابي أيضا علي صالح وبالتالي في أي دولة خليجية لن يتمكن الإيرانيون من الدخول والضغط بشكل مباشر أو التدخل حتى في المفاوضات وإن كان من خلف الستار أما إذا انتقلت لدولة غير خليجية قد يكون دولة أوروبية على سبيل المثال جينيف وهذا ما يتمناه قد يكون الحوثيون الإيرانيون كما حدث في راح الماضية فهناك يستطيع التدخل عن طريق سفاراتهم عن طريق المبعوثين الذين يتواجدوا في تلك الأراضي وبالتالي العمل لصالح قد يكون إدخال نقاط معينة تقديم النصح لهم والاستشارات لهم تدخل مباشر ربما في فترات الاستراحات قد يكون نعم تدخل مباشرا وإن لم يتكلموا بألسنتهم وبالتالي نحن نتحدث عن استراتيجية تطرح للحوثيين والانقلاب لكي ينفذوها على أرض الواقع وبالتالي من استمع لخطاب علي صالح اليومين الماضيين يدرك تماما بأنه يهدف إلى تبرئة الدولة الإيرانية تماما من التدخل في الشأن اليمني وكأنه يعطيهم إلى حد ما التصريح الذي يتمنوه وبالتالي انتقال لدولة أخرى وبالتالي يقول نحن مستقلون كما هي الحكومة اليمنية وبالتالي نحن نتحدث الآن عن قد يكون استراتيجية أكبر مما نتصورها حقيقة إذا ما اتفق هذا الطرح بالذهاب إلى دولة غير خليجية مضافا له الطرح الذي قاله ولد الشيخ قد يكون تغيير على بعض النقاط هذه تعتبر مؤامرة أكثر من أن نذهب إلى عملية مفاوضات حقيقية بين فرقا يمنيين هذا يدل بأن هناك استراتيجية بعيدة المدى يراد لها أن تنفذ وأنا أتوقع أنه إذا أختيار دولة ستكون طبعا دولة أوروبية وقد تكون فيينا أو جنيف أحد هاتنا الدولتان ونعود للعبة السياسية التي بدأناها منذ البداية بإعطاء الحوثيين حقوقهم وبالتالي التحدث عن قد يكون حقوق إنسان وغيرها من القضايا خاصة ونحن نشهد أيضا آخر المراحل في الحكومة الأمريكية التي تتمنى حقيقة عدم انتهاء الأزمة اليمنية لاعتبارات استراتيجية قد يكون لها وزن إلى حد ما في الانتخابات الأمريكية القادمة وبالتالي نحن نتحدث عن لعبة قد تكون كبيرة جدا أدواتها الحوثيون وعلي صالح الضحايا هو الشعب اليمني أولا وآخرا سيد عبد الناصر برأيك الآن وفد الحكومة غادر الكويت حتى لا تمارس عليه أي ضغوط بعد قبوله ما تم تقديمه من قبل المبعوث الدولي وبالتالي كان موقفهم حازما في هذا الإطار لنفترض أن المبعوث الدولي بعد يومين خرج بنقاط قال بأنها تبشر بموضوع تفاهم لأنه ما زال لدينا خمسة أيام لم تنتهي المفاوضات رسميا كيف برأيك يجب أن يتصرف وفد الحكومة عندها يعني الاستراتيجية والتكتيك الذي ينبغي أن تسلك له الحكومة هو التمسك بما تم التوقيع عليه لأنه لو فتح الباب من جديد حول مشاورات جديدة معناه أنه سيكون عبارة عن فخ لأن منذ البداية منذ بداية هذه المفاوضات وكان هناك انطباعات بأن الحوثيون وحليفهم الرئيس السابق صالح قد جنحوا إلى السلم وأن لديهم الاستعداد لتقديم التنازلات المطلوبة وسمعنا منذ البداية عن مبادرات الحسن النواية وعن تهدئة وعن اطلاق معتقلين اتضح لاحقا بأن هذه كلها كانت وعود غير صحيحة وبأنهم ربما أعطوا هذا الانطباع للدول الراعية والمبعوثة الأممي الأمر الذي اضطر هؤلاء للضغط على الحكومة للعودة للمشاورات ربما يكون نفس التكتيك الآن ربما يقدمون الانطباعات بأنهم سيقدمون تنازلات مهمة هذا الأمر يجعل المبعوثة الأممي والدول الراعية تضغط على وفد الحكومة بالعودة ولكن الأمر يبدو بأنه محسوم من هذه الناحية بمعنى أنه ليس هناك من أي إمكانية للتوصل لحل وسط في الظروف الحالية ربما لو حدث تغير على الأرض ربما في هذه الحالة نتوقع نجاح مثل هكذا مفوضات التعليق سريع سيد الناصر سيد المودع برأيك ما الذي يمكن أن تفعله الشرعية والدول الداعمة من أجل تحريك مسار الأمم المتحدة وعدم السماح بالعودة إلى المربع صفر وإنما أن نخطو خطوة إلى الأمام بحيث أن يفهم العالم كله أن هناك طرف معرقل كيف يتم تفعيل هذه النقطة برأيك من ناحية على المبعوث الأممي أن يعيد الأمر إلى مجلس الأمن ليتخذ مجلس الأمن قرار أو بيان يشير بصراحة إلى الجهة المعرقلة هذا يكون ضغط دبلماسي من ناحية الأخرى على الحكومة ما من ورائها قوات التحالف التحرك باتجاه أسكريا على الأرض تفعيل وتحريك القوات وخاصة في الجبهات الاستراتيجية لإحداث أي شكل من أشكال الاختراقات العسكرية المهمة في هذه الحالة ربما يضطر فريق الطرف الآخر للرضوخ إذا حدث اختراق عسكري وهزيمة عسكري على الأقل في الجبهات الاستراتيجية تحدثون عن جبهة نيم القريبة من صنعاء طيب دكتور نحاس برأيك الآن هل ما زال هناك فرصة للحديث عن مشاورات وحل سياسي لأنه يبدو أن الوضع على الأرض قد يغير التأثيرات على الطاولة السياسية طالما أن الوضع على الأرض في هدنة معلنة لكن غير ملتزم فيها الحوثي النتيجة على الطاولة لا تتغير حتى الآن بعد التسعين يوم هل ما زال هناك فسحة يجب التمسك بها من أجل الاستمرار في العملية السياسية أم أننا بتنا أقرب إلى العودة للخيار العسكري نعم العمل السياسي أو المفاوضات السياسية يجب أن تبقى دائما على الطاولة وطاولة المفاوضات يجب أن تكون متاحة دائما طوال فترة الحروب وطوال فترة الأزمات وهذا ما يجب أن يكون حتى في هذه المرحلة في الذات سواء كان في دولة خليجية أو غير دولة خليجية لسبب رئيسي لأنه أن تتحدث عن حكومة شرعية تملك افترض القوة تملك الأدوات التي تمكنها من أن تتحدث باسم الشارع اليمني وبالتالي تملك أيضا القرار السياسي الذي تتحدث به أمام المجتمع الدولي من غير هذه طاولة المفاوضات ستتهم الحكومة بأنها غير حكومة شرعية وبالتالي تريد الذهاب بعيدا باتجاهات ديكتاتورية وهذا ما يتمناه الحوثيون وصالح دائما أما بالنسبة فيما يتعلق باستمرار الآلة العسكرية والحروب طبعا هي أداء من أدوات السياسة الأداء العسكرية التي مستخدمة في هذه اللحظة بذات ولكن يجب أن يكون لدينا اعتبارات مهمة جدا في طرح الآلة العسكرية ومتى استخدامها النقطة الأولى التي يفترض أن نعمل عليها بشكل كبير جدا لكي نتجنب العواقب أن يفترض أن يكون للدولة اليمنية خلال المرحلة الماضية على أقل تقدير جيش شعبي داخل منظم أكثر قوة وأكثر تنظيم وأكثر أيضا حملا للسلاح لكي يتولى هو بنفسه بعد ذلك تحرير بعض المدن وهذا يرفع ضغطا كبيرا جدا عن قوة التحالف التي تتهم من قبل الدول الأخرى وخاصة الدول الغربية بأنها تنتهك السيادة اليمنية وتنتهك حقوق الإنسان في داخل الدول اليمنية مضافا لذلك إذا طرحنا قضية استمرار في الآلة العسكرية يجب أن نتذكر حقيقة نحن هنا في التحالف وأيضا في العالم العربي نقطة مهمة جدا أننا دول لسنا مصنعين للسلاح والسلاح المستخدم في هذه الحرب للأسف أنه كله سلاح غربي بريطاني أو كندي أو أمريكي ونعلم الحملات التي تقام في الدول الغربية لمنع تصدير السلاح للدول التحالف وخاصة المملكة وبالتالي هنا يجب أن تكون خطواتنا العسكرية محسوبة بشكل دقيق جدا إذا تحدثنا عن النقطة التي ذهب لها الزميل المودع قبل قليل بفتح جبهات وغيرها يجب أن نعلم بأن الضغوطات السياسية على دول التحالف كبيرة جدا من قبلات المتحدة وغيرها من دول أوروبية لمنع تصدير السلاح وبريطانيا الآن لا تصدر السلاح للمملكة بشكل مباشر إلا عن طريق الدولة الكندية بشكل التفافي على الرأي العام البريطاني وبالتالي نحن هنا يجب أن نكون حذرين في الدهار العسكرية أثرت نقطة مهمة الولايات المتحدة وبريطانيا موقفهما في السابع عشر من الشهر الماضي كان فيه اجتماع رباعي في لندن ما صدر عنه كان بيان قوي جدا وبناء على هذا البيان فهمنا أنه مشروع الاتفاق الذي خرج من المبعوث الدولي كان مرتبط فيه إذن هناك لماذا تبدو في إرادة قوية أمريكية على البيانات لكن على الأرض تبدو الولايات المتحدة في وارد آخر نعم لأن الاستشارات التي يتلقاها رئيس الوزراء في بريطانيا أو الحكومة البريطانية والحكومة الأمريكية تأتي من قبل أطراف محسوبة على الأطراف المعادية لدول مجلس تعاون بشكل مباشر سواء كانت صهيونية أو صفوية وبالتالي نحن هذا ما نفتقد أيضا آله أو لبي سياسي كبير جدا يعبر عن مصالحنا ويدافع عنها بشكل مباشر في الدول الغربية وهذا ما نجح به الصهايين والصفويون في تاريخ ماضي نتكلم عن عقود الآن وليس عن سنوات وبالتالي العمل في المشتقبل يجب أن يتركز على محاربة هذه السلبيات أو تجاوز السلبيات التي وقعنا بها وهذا العمل يفترض أن نبدأ به من الآن لذلك الحسابات السياسية يجب أن تكون دقيقة جدا لكي لا نقع في صدام مع دول غربية وقد نخسر بعد ذلك حتى توليد السلاح وهذا ما لا يتمناه أي عاقل في هذه المنطقة لذلك نتحدثنا عن أهمية عمل اليمنيين من الداخل اليمني واليمنيين أيضا متواجدين خارج الدولة اليمنية لكي يذهبوا بعد ذلك ويحاربوا من الداخل وهذا قلناه منذ البداية يفترض على دول التحالف أن تبني جيشا يمنيا من الخارج لكي يذهب إلى الداخل اليمني وهو محترف من ناحية العسكرية وهذا ليس بالأمر الصعب بحقيقة لأن الشارع اليمني كثير منه شباب يستطيعوا الذهاب بهذا الاتجاهات لذلك نتحدث عن طاولة مفاوضات يجب أن تبقى مفتوحة عمليات عسكرية يجب أن نكون حذرين بها وحساباتها يجب أن تكون دقيقة جدا وليس على مطلقها سيد عبد الناصر مودع لو سألتك عن موضوع هذا المجلس السياسي الذي أعلنه الانقلابيون في صنعاء وورد في الخبر لدينا أنهم فشلوا في الاتفاق عليه يعني العشرة الذين يجب أن يتقاسموه بين الطرفين خمسة بخمسة حتى تسمية الرئيس الأول له والأجدة طيب يعني إذا كانوا مختلفين أصلا هذه الخطوة لماذا أخذوها هل أخذوها فقط من أجل إفشال المفاوضات إذا كانوا غير متفقين المجلس هذا كان منذ البداية واضح أنه لن تكون خطوات الوصول إليه سهلة لأنه نعرف أن الحوثي وصالح هما طرفان متناقضان من حيث المصلحة ومن حيث الأيدولوجيا وبالتالي هما خصمان جمعتهما الضرورة فقط ليكونوا حلفاء وبالتالي الصالح له أجندة من هذا المجلس يريد أن يستعيد الدولة أن يكون جزء من الدولة بعد أن استفرد الحوثيون بها لأكثر من عام ونصف تقريبا ولهذا السبب أراد من هذا المجلس إعادة تفعيل أيضا مجلس النواب الذي لديها غلبية كبيرة لكن من الطرف الآخر ليس من مصلحة الحوثيين الآن أن يسلموا بجزء من الدولة التي يستحوذوا عليها ليس من مصلحتهم أن يعيدوا تفعيل مجلس النواب لأن صالح سيكون له الغلبة فيه ليس من مصلحتهم أيضا استعادة الدستور لأن صالح وأدواته سيستفيدون من هذا الأمر وبالتالي منذ البداية هذا المجلس أمامه عثرات كثيرة كان الهدف الرئيسي هو لصالح أن يضعف الحوثيين بينما الحوثيون يريدوا من هذا المجلس أن يشركوا صالح في مشاكلهم الاقتصادية وضعفهم في إدارة الدولة وتحميله جزء من هذه المسؤولية وبالتالي نحن الآن أمام حليفين أشبه بحلفاء الثعابين كل طرف يريد أيضا أن يضعف خصمه أو يضعف حليفه أو ينقض عليه لو استطاع في أي فرصة قادمة لهذا السبب من الصعب جدا التكهم بأن هذا المجلس حتى لا أعلن أنه سيكون ناجح إضافة إلى العقبات الكثيرة أولا لا شرعية هذا المجلس عدم اعتراف العالم به أيضا إظهارهم بمظهر المعرقل إلى المفاوضات إلى الحل السلمي كل هذه الأمور تجعل من هذا المجلس مشكلة وليس حل ربما يكون هو حل لبعض أطراف الصراع ولكنه هو إضافة المشاكل في اليمن وتعقيد الوضع الحالي في اليمن أعود للدكتور إبراهيم نحاس ذكرت قبل قليل عدد من النقاط التي يجب السير عليها من خلال إبقاء طاولة المفاوضات لاستعداد عسكريا ربما تشكيل جيش يمني من الشباب في الخارج وغيرها العمل على لوبي قوي في الغرب نقطة الخلاف بين صالح والحوثيين ألا يمكن أن تكون أيضا منطلق ربما أهمل ربما لم يتم التركيز عليه من قبل الشرعية ألا يمكن الدخول من هذه النافذة لإضعافهم نعم هذه النقاط كانت منذ بداية الحرب قد نقول بأنها يفترض أن تكون منذ البداية منذ أول يوم حرب وأطرحنا ذلك حقيقة منذ لحظتها بأنه نستطيع اللعب على مثل هذه اللعبة السياسية بين الأطراف أما بعد قرابة الآن العام النصف منذ بداية عاصفة الحزم والآن لا نستطيع أن نقول بأن مثل هذه اللعبة سوف تنجح بأي حال من الأحوال لأن الطرف الحوثي مع علي صالح أدرك تماما بأنه لن يكونوا مقبولين من قبل الخارج ولن يكونوا أيضا مقبولين حتى من قبل الداخل مضافا لذلك بأن دول مجلس التعاون أو قوة التحالف بشكل مباشر الآن لا تستطيع الذهاب بهذا الاتجاه لأنها سوف تحسب خسارة لها كبيرة وبأنها لم تنجح حقيقة في الأداء العسكرية التي مرستها وحتى في الأدوات السياسية وبالتالي الخاسر الأكبر من الذهاب بهذا الاتجاه هو قوات التحالف وليس صالح وصالح سوف يستخدمها الله واضح وليس عليه طيب أختم معك سيد عبد الناصر مودع في دقيقة ونصف أريد أن أسمع منك أنت أيضا تحليل للموقف الأمريكي يعني دكتور نحاس تحدث عن الوضع هناك لكن برأيك يعني أمريكا في أكثر من أزمة في المنطقة سوريا العراق ليبيا تتصرف بشكل يعني وكأنها مع طرف ولكن على الأرض مع طرف آخر في اليمن هل هو هذا الوضع نفسه أم ما هو الموقف الأمريكي برأيك نسبيا الحكومة الأمريكية ليست مع حلفائها في دول التحالف ضد الحوثين لا تراب الحوثين بأنهم خطر على الاستقرار وعلى الدولة اليمنية الخطر الرئيسي بالنسبة لها هو القاعدة وداعش وغيرها من التنظيمات الإرهابية هي ترى في الحوثيين بأنها قوة موازية قوة مضادة لهذه الأطراف هذه النظرة بشكل عام هي أيضا لا ترى بأن الحرب إذا استمرت الحرب بنفس إيقاعها السابق بأنها لن تؤدي إلى نتيجة وبأنها ستقوّل جماعات الإرهابية وبالتالي هي من ناحية تقف على الأقل علنيا مع السعودية ودول التحالف ولكنها في الواقع العملي تضغط من أجل التوصل لحلول وسط يكون الحوثي والرئيس السابق صالح جزء من عملية سياسية ولهذا نجد هذا الموقف المزدوج أثر كثيرا على سير العمليات العسكرية والآن على المفاوضات في الكويت وغير الكويت نعم شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث السياسي عبد الناصر المودع حدثنا من عمان وشكرا جزيلا أيضا لأستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك سعود دكتور إبراهيم النحاس كان معنا من الرياضي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر